يقول أخ رستني وتقول ما لك صامتا وأمتني وتقول ما لك لا تعي ما تفضل به الأخ الكريم عريف الاحتفال جزاه الله خير على ما تفضل ولكني في الواقع أقل بكثير مما بصفني به السلام عليكم أخوتي الأكارم وقبلها اللهم صلي على محمد وعلى آله الطيبين الظاهرين باعثا إليكم من شذا هذا المكان المبارك أجمل الدعاء والسلام متمنيا لكم دوام التوفيق والتزديد والرشاد مبتهلا إلى الله تبارك وتعالى خصوصا ونحن بجوار سادة العترة الطاهرة أن يوفقكم لما يحو يرضى وأن يأخذ بأيديكم لبناء هذا البلد الكريم وأن الله تعالى يرينا فيكم كل خير وأن نراكم دائما بأتم نعمة وبركة أقول السلام عليكم جميعا بما أسلفتم والسلام على الأخوة الأساتذة الفضلاء والسلام على آبائكم وأسركم الكريمة وأخواتنا الحاضرات جميعا ورحمة الله وبركاته لا شك أن هناك كما قلنا لأخواتكم سابقا وهم يرقبون هذا الاحتفال الكريم من صباح اليوم إلى هذه اللحظة لا شك أن هناك مجموعة خيرة من أبناء البلد يفرحون لفرحكم ويتمنون أن يكونوا حاضرين معكم ولكن هناك فرحة خاصة هي لعوائلكم الكريمة للآباء والأمهات ولأخوانكم الصلبيين ولأسركم الكريمة وأرحامكم وأيضا للأساتذة الكرام العزاء الذين ما فتئوا يبذلون الجهد بعد الآخر في سبيل أن يروا هذه الثمار أليانعة التي يقتطفونها في هذه اللحظات ولا شك أن المرجعية الدينية تسر وهي ترى هذه الكوكبة من أبنائها الخريجين وهم يودعون الدراسة الأولية ويدخلون إلى ميدان العمل وتدعو لهم بالتوفيق والتزديد في حياتهم العملية والأسرية نسأل الله تعالى كما قلت أن يرينا فيكم دائما الخير الكثير أحب أن أتعرض إلى نقطتيني على نحو العجالة مع أبنائي النقطة الأولى أنتم في قسم اليوم وهذا القسم دائما نحرص على أن يؤديه الأبناء الطلبة وبناتنا الطالبات أحب أن أقف على نقطة في هذا القسم كما وردت على لسان جناب الدكتور عندما ذكر القسم وأبنائي أيضا رددوا القسم هذه الكلمة كانت هكذا قال من جملة ما قال وأن أكون من وسائل رحمة الله أنت أيها الطالب عندما قسمت قلت هذه الكلمة وأن تكون أنت من وسائل رحمة الله وحقيقة هذا القسم قسم عظيم أن الإنسان يتوثق أن يكون من وسائل رحمة الله كيف يكون الإنسان من وسائل رحمة الله إذا عرفنا أن رحمة الله تعالى برحمة واسعة ورحمة ملؤها الخير للإنسان وهذه الرحمة مع ما للنبي صلى الله عليه وآله من صفات كثيرة القرآن الكريم يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنت عندما تدخل في هذا الحيز الواسع والرحمة الواسعة وتسعى أن تكون من وسائل رحمة الله تعالى أذكر بعض التطبيقات تواجه أبناء الخريجين الآن في مستقبل حياتهم العملية ستواجهون الحياة على ما فيها من صعوبات لكن الذي يذلل هذه الصعوبات هي هذه الهمة والإرادة القوية التي تملكونها وتكون هذه الروح الشابة صاحبة المبادئ صاحبة القيم لا بد أن تكون هذه الروح من وسائل رحمة الله عندما تساعدون الآخرين تبذلون ما في طاقتكم من جهد ستكونون من وسائل رحمة الله عندما ترشدون أحدا يبحث عن الطريق يبحث عن الحقيقة ستكونون من وسائل رحمة الله عندما تمنع أيديكم من أن تتناول المال الحرام ستكون من وسائل رحمة الله عندما تعصموا آذانكم عن القول الزور وتكفوا وتغمضوا أعينكم عن مناظر الفجور وعن حقوق الآخرين ستكونون من وسائل رحمة الله أما إذا عملنا العكس هذه ليست من وسائل رحمة الله عندما أمد يدي إلى حرام ولعاذ بالله هذه ليست من وسائل رحمة الله قد هذه تكون من وسائل نقمة الله ولعاذ بالله عندما أتعدى على الآخرين بلسان أو عين أو أذن لا شكس هذه ليست من وسائل الرحمة هذه من وسائل النقمة والعاذ بالله الخيار لكم هذا المكان المبارك وحضوركم اليوم نحن نثق بقدراتكم نثق بعقولكم أنكم ستكونون أهلاً ومحل للقسم الذي صدر من ألسنتكم الكريمة في صبيحة هذا اليوم هذا الأمر الأول الذي أردت أن أنوه له سريع الأمر الثاني أبنائي أنتم لا مد أن تحددوا خريطة طريق واضح لكم وهذه خريطة الطريق تنبع من تصميمكم الجاد من أجل البناء وهذه الخريطة تتوضح معالمها عندكم بشريطة أمرين الأمر الأول لا بد أن تستشيروا في مهمات الأمور الإنسان عنده في حياته بعض الأمور مهمة غير العمل اليومي من المأكل والمشرب هناك أمور في حيات كل مننا أمور مهمة تعتبر أمور مفصلية لا تستعجلوا في أن تقرروا قبل أن تشاوروا المشورة تزيد في العقل العاقل هو الذي يشاور العاقل هو الذي يبحث عن الحق اجعلوا في حياتكم بعض الأفراد ممن تثقون بهم وشاوروهم ستستفيدون كثيرا من هذه المشاور نقطة ثانية لا تستعجلوا أيضا في كثير من المهمة الأولى تحتاج إلى مشاورة من شاور الناس شاركهم في عقولهم النقطة الثانية تحتاج عدم الاستعجال لا بد من التروي لا بد من التفكر لا بد من التأمل أنتم جربتم في حياتكم الأكاديمية سان في بعض الحالات يثق من إجابته في الامتحانات مثلا المادة هذه تعطى لها ثلاث ساعات هذا الطالب واثق من نفسه لكن وثوقا غير مدروس فيكمل الأسئلة على نحو السريع وقبل مرور الوقت الكامل أو نصف الوقت يخرج بمجرد أن يخرج من قاعة الامتحان ويذاكر بعض أصحابه يعظ أصبح الندم يقول للأسف أن استعجلت ما كان يجب علي أن أكتب هكذا الاستعجال ليست دائما يعطي حالة من الطمأنينة وإنما التروي والتفكر فرق بين التفكر والتردد أنا لا أقصد التردد أقصد التفكر أيام الإنسان يفكر بحسب مستقبل القضية التي هو بصددها هذه الروح الشبابية لا تدفع بكم إلى أمور تندمون عليها بالعكس هذه الروح الشبابية تدفعكم إلى الجد وإلى الإخلاص وإلى التفكير وإلى المثابرة بدأتم حياة الحمد لله قضيتمها في الجانب العلمي إن شاء الله تعالى مستقبل الأيام معكم لمن شاء أن يكمل دراسته أو يدخل إلى ميدان العمل لا بد أن يدخل بوضوح ماذا يريد كيف يتعامل مع الأحداث هذه أخواني قضايا لها علاقة بالفطرة إني فقط أنبه لما أرى من سرعة اتخاذ القرار من بعض الشباب وبالنتيجة سيندم هذه الفطرة يجب أن لا تتلوث عندنا جميعا سن عليه أن يحافظ على عقله الله تعالى أعطانا هذه النعمة نعمة العقل لا بد أن نحافظ عليها اليوم معتركات كثيرة فكرية ونفسية واقتصادية وأسرية كثير تنعم بها الساحة الثقافية والإنسان أذنى وعينة امتلئ من المتناقضات إذا لم تكن عنده قيم ثابتة ومبادئ واضحة وعنده بعض الصلحاء ممن يستشيرهم قبل أن يلج إلى أي ميدان وهو بطبيعته من نوع الذي تروى يتأمل ولا يبت في القرار إلا بعد أن يهضمه جيدا وإلا ستكون النتائج غير طيبة وغير محمودة له نسمع وتسمعون كثير من المشاكل كان يمكن أن لا يقع بها لو تأمل تروى لو حسب نتائج الأمور بشكل دقيق والكلام معكم سيكون أسهل باعتباركم ناس أهل علم وأهل فهم ولذلك الخطاب معكم خطاب أعتقد يوصل إلى نتائج طيبة أرجو أن تحافظوا على أسركم كثيرا من المبادئ أن تحافظوا على الأسر الآباء بذلوا جهدا كبيرا علم الله أنهم في بعض الحالات قد يستدينون لكن لا يبلغونكم حتى لا يؤثروا على نفسيتكم المهم أن تدرس المهم أن تنجح المهم أن يكتحل الأب تكتحل عينه برؤيتك وأنت تطوي هذه المراحل الدراسية الأم الكريمة الله الذي يعلم كم سهرت وكم دعت لك بظهر الغيب في أن توفق لا تجرح مشاعر الأب ولا مشاعر الأم هذه لها بعض الآثار السلبية على حياتك والذين فقدوا آباءهم أمهاتهم هذا أيضا أمر الدنيا ونبينا صلى الله عليه وآله اليتم الأول ادعو لأبيك ادعو لأمك أن الله تعالى يرحمها الله تعالى يقرعينها وهي في قبرها يقرعينها بك لأنها ستكون إنسانا فاعلا على التعبير العرفي اجلب لأبويك الرحمة من خلال ما تقدم للناس الناس تترحم على أبيك وعلى أمك إن رأتك إنسانا صالحا ثقتنا قطعا أن تكونوا من الأخوة والأبناء الصالحين واقعا سرورنا هذا هو أن نراكم في طليعة المتميزين دائما في الأخلاق وفي العلم وفي المبادئ وفي القيم نراكم دائما من المتميزين كل أبناءنا الذين حضروا والذين لم يحضروا احفظوا حق أساتذتكم بعد أن تتركوا الجامعة احفظوا حق الأساتذة فإنهم بذلوا جهد في أن يوصلوا المعلومة بطريقة تهضمونها تستطيعون أن تفهمها وأيضا جميع الجامعات ذكريات طيبة للإنسان يتعلق بالجامعة وهذه حياة من عمره سيتذكرها ما بقي من الأمور المهمة وهذه الجامعات دائما إن عدتم لها كأساتذة لا بد أيضا أن تبذلوا الطاقات تلوا الطاقات في سبيل أن تنهضوا بها قدموا النصيحة بعد حين إن كنتم وإن شاء الله من أهل النصيحة قدموا النصيحة لأجيال تأتي بعدكم لا تبخلوا في معلومة قد تنفع الآخر تذكروا أيضا على هذه المقاعد الدراسية كانت لكم علاقات مع إخوة سبقوكم إلى الجنة شهداء مضمخين بدمائهم من أجل أن يبقى هذا البلد شامخا يبقى هذا البلد معافا أنتم تبقون على مراحل الدرس ضحوا من أجلنا جميعا حتى تبقى هذه المسيرة والعراق والعراق يبقى كما هو صافيا نظيفا منمقا بهذه التشكيل المباركة لكل أطيافه سنعندما أعيش المبادئ يعيش مرتاح الضمير أنا أتكلم معكم أخوتي أبنائي واقعا وكل تفاؤل لأنكم أهل ومحل كل احترام وتقدير ومن قبلكم الأساتذ الأفاضل سائلين الله تعالى أن يوفقكم دائما وأن يحميكم وأن يحفظكم ودعانا إلى الأهل الأعزاء جميعا وبلغوا السلام والتحيات لهم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر